اشتركوا في القناة و24 سنتيمتر للارتفاع وطبعا هناك احجام خاصة وهناك احجام A4 وما شابه ذلك في هذه المحاضرة راح نصمم المقاس الاكثر شيوعا اللي هو المقاس الوزيري طبعا نجي الى تخطيط او تخطيط الصفحة نجي الى الحجم نجي الى احجام الورق الاضافية العرض راح يكون 17 سنتيمتر والارتفاع راح يكون 24 سنتيمتر ومن ثم موافر طبعا هذا المقاس الوزيري اللي هو الاكثر شيوعا واستخداما جيد الان راح نضيف background خلفية وطبعا هذه background من التفاع في الناس راح تكون خلف الناس وراح نكبرها بحيث تاخذ كل الصفحة ممتاز الان راح نضيف شكل طبعا هذا الشكل ايضا راح نكبره بمقدار معين طبعا نكليك ايمن اكتفاع في الناس امام الناس وطبعا راح يكون بهذا المكان ممتاز الان راح نملأ هذا الشكل بصورة طبعا من ادراج صورة وراح نضيف شكل مستطيل طبعا هذا هو الشكل المستطيل طبعا نكليك ايمن على هذا الشكل ونجي الى تحرير النقاط نجي الى هذه النقطة طبعا راح نخليها بهذه المنطقة وراح نضيف نقطة هنا طبعا نكليك ايمن اضافة نقطة هذه النقطة راح نضيفها بهذه المنطقة وهذه النقطة راح تكون بهذه المنطقة بنفس الطريقة راح نعمل بالاسفل وايضا هنا بهذه النقطة وطبعا هنا اضافة نقطة راح تكون بهذه الطريقة اضافة نقطة بهذه المنطقة وأيضاً هذه النقطة نحرص أن تكون يعني نرسم شكل مقارب تقريباً للشكل المطلوب أيضاً هنا نكليك أيمن إضافة النقطة ممتاز الآن نضغط كليك هنا بهذه المنطقة طبعاً ممكن يرتفع إلى الأعلى ممتاز هذا الشكل رح نمليه بصورة من تعبئة الشكل صورة طبعاً رح نختار هذه الصورة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيل الآن هذه الشكل اللي هو الصورة الإطار البرواز كليك أيمن عليها وطبعاً رح نضغط إحضار إلى المقدمة ممتاز إذا لاحظ أنه أصبح عندنا بهذا الشكل الآن رح نضيف شكل آخر اللي هو هذا وطبعاً كليك أيمن عليه التفاف الناس أمام الناس طبعاً رح يكون بهذه المنطقة وإنزل إلى هذا الجزء ممتاز رح نضيف العنوان من إدراج مربع نص رح نضيف العنوان اللي هو اسم الكتاب السيرة النبوية طبعاً رح نكبر الحجم ورح نختار جزيرة بولد ممكن نكبر أكثر ورح نختار لون للنص مثلاً رح يكون لون أبيض وطبعاً تعبئة الشكل رح تكون بلا تعبئة المخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي ورح نختار لون مثلاً اللون الأبيض رح يكون بهذه المنطقة وهنا رح نضيف المؤلف بطريقة معينة طبعاً رح نضيف صورة بهذه المنطقة من إدراج صورة هذه الصورة كليك أيمن وطبعاً التفاف الناس أمام الناس ممتاز رح نقتص هذه الصورة حتى يكون فقط بحجم المساحة المملوئة ممتاز الآن هذه الصورة رح نكبرها طبعاً يفضل نضغط shift وهنا نخليها طبعاً نكتب هذه المنطقة من إدراج مربع ناص نكتب مثلاً تأليف محمد عبد الله طبعاً الاسم يعني وهمي لأعلى تعين بس مجرد للشرح طبعاً نصغر الحجم ممكن أكبر شوية يعني ممكن 13 وطبعاً من تنسيق بلا تعبئة بلا مخطط تفصيلي وطبعاً اللون يكون باللون الأبيض أو لا بأس يكون باللون الأسود جيد الآن هذه الدائرة رح نزيد بالعرض نقلل بالاقتفاع بهذه المنطقة بهذا الشكل طبعاً لا بأس أنه نضيف حقوق الطبع والنشر ولا بأس أنه هذه الصورة ترتفع إلى الأعلى طبعاً حتى نرفعها بشكل دقيق صعب جداً بهذه المنطقة الأفضل أنه من الصفحة الرئيسية تحديد وطبعاً نختار جزء التحديد الآن راح نشوف الشكل طبعاً ممكن نخفي هذه الأجزاء كلها ممكن نخفي الـ background عندنا هذا الجزء وشفت أو كنترول هذا الجزء وطبعاً نرفعها إلى الأعلى مع الشفت الآن راح نرجع نخفي هذه الأجزاء ممتاز طبعاً لا بأس أنه نضيف شعار الشركة الناشرة طبعاً ممكن وممكن طبعاً يضاف بالوجه الخلفي أنا راح أضيفه مجرد للحقوق من إدراج صورة طبعاً نكليك أيمن التفاف الناس أمام الناس طبعاً راح نزغره جداً وراح يكون بهذه المنطقة وأيضاً ممكن نرفع العنوان بهذه الطريقة أصبح عندنا غلاف كتاب جميل جداً ومتناسق في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى